وفرحة كبيرة للجماهير الأهلوية بعد فوزها النهاردة على سياتل 1-0 والتأهل للدور قبل النهائي لملاقات نادي القرن الأوروبي ريال مدريب نادي الأهلي هتقول ايه وتعيد فيه ايه اكتر من هو مفرح المصريين مفرح الأهلوية في كل مكان في العالم في الشك انك وانت تتفرج عن نادي الأهلي عندك ثقة كبيرة جدا انه هيفوز عندك ثقة كبيرة جدا انه عمره ما هيغزلك وده دايما السقة اللي تكون متبادلة ما بين جمهور ولعبته وقدرته ده دايما اللي بيبقى موجود فيه النادي الأهلي خلالينا نقول زي ما نقول عليه كتير هو نادي كبير مؤسسة كبيرة وجوده في هذه البطولة للمرة التامنة بيدول ان الامور بدايما بتمشي بنظام بتمشي بحب للفانيلا الحامرة وروح الفانيلا الحامرة لما بتشارك مع اندية كبيرة في هذه البطولة وبتعمل دايما دايما نتائج كبيرة وحتى لما بتي تخسر بتخسر بشرف احنا بتكلم مثلا على مباراة باير مونيك سنة اللي فاتت كانت الامور كانت يعني محترمة جدا واداء جاي جدا للنادي الأهلي لكن طبعا بتلاعب فريق كبير احنا في الاخر بنقول ان احنا بنحب كرة القدم ايا كان بقى انت هتلاعب مين وهتشوف مين في هذه البطولة لكن دايما النادي الأهلي بروحه وتركيزه واسراره يعمل المستحيل ده اللي انا دايما بشوفه في فريق النادي الأهلي هو اللي اكيد بيفرح الأهلي ويفرح المصريين خلي مودك مختلف تماما لما تتفرج عليه ده هو النادي الأهلي اللي اكيد بيسعد جماهير مصر من خلال هذا الفوز والتأهل للدور قبل النهائي ما لبالكم النادي الأهلي بتأهل للمرة الرابعة في تاريخه لهذا الدور حصل على المركز التالت تلات مرات في انتظار ان احنا بقى المرة دي المرة دي ومش بعيدة عن ربنا انك توصل لأبعد حد هتلاعب فريق كبير النادي الأهلي هو نادي القرن الأفريقي هلعب نادي القرن الأوروبي ونتذكر مباراة 2001 وفوز النادي الأهلي في ظل وجود اكبر واعظم اللعبين في العالم في الوقت ده زدان نوبرتو كارلوس بنتكلم فيجو بنتكلم على جوتي بنتكلم على لعيبة رونالدو بنتكلم على لعيبة كبيرة جدا جدا في الوقت ده وفي العصر ده في كرة القدم ادر النادي الأهلي وان كانت طبعا هي مباراودية واستعراضية لكن الفوز على الريال مدريد مش بعيد لان احنا في الاخر برضو بنلاعب بعض او كرة في الملعب فهاش مستحيل تماما نادي الأهلي فعلا بيسعد جماهيره بيسعد الجماهير المصرية بالحصول على هذا الدور او الوصول الى الدور قبل النهائي وبالتالي يعني خلينا نقول ان كله هيقعد يتفرج المصريين كلهم اهلوية وزملكوية واسماع اللوية واتحاد مصري كله هيتفرج على هذا اللقاء اللي بيمثل مصر فيه هو النادي الاهلي وبيمثل اسبانيا او بيمثل اوروبا هو نادي ريال مدريد النادي الكبير والعظيم في الوقت ده خلي بالكم برضو عشان نبقى نقول وانا بقول ليه بعيد مش بعيد عن ربنا نادي ريال مدريد مش في حالته الطبعية في كرة القدم النادي ريال مدريد مش في حالته الطبعية في كرة القدم في الوقت ده ونتائجه بتدل على ذلك في الدور الاسباني عنده غيابات بنزمة مليتاو مندي لوكاس فاسكز يعني دول اللعيبة اللي ممكن يكونوا بيأثروا بشكل جيد فيه اللعب لريال مدريد مش موجودين في الوقت الحالي وفي المباراة القادمة نقدر ان شاء الله نعدي المباراة دي ليه لا هو دي كرة القدم وبالتالي ان شاء الله نقدر نعديها بقوة كمان حقيقي سعيد ومبسوط جدا بهذا الفوز لان في الاخر النادي الاهلي زي ما قلت بيسعد كل المصرين وفي النهاية الاهلي دائما بيكون فوق الجميع كلمة بيرددها الاهلوية وكلمة بيرددها محبي النادي الاهلي وبالتالي النادي الاهلي هو اللي في الصورة في الوقت ده صورة مبهرة صورة مبهجة لكل المصرين من خلال هذا الفوز والوصول للدور قبل النهاية